السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً وزير الداخلية الألماني مع مكافحة الهجرة الغير شرعية إلى أوروبا لذلك هو موجود في اجتماع الآن في النمسا مع ممثلين عن 18 دولة وعملوا لقاء صحفي اليوم وزير الداخلية الألماني ووزير الداخلية النمساوي وتحدثوا عن هذا الموضوع بشكل خاص عن طريق البلقان الناس اللي عبت يجي عن طريق البلقان عب يقول أنه هاد الطريق رجعان صار نشيط يعني وعب يجي عن طريق عدد كبير من الناس حرفياً قال دي مغراتيون اف دا وستبالكانغوتي شتاقت ودد زوشتاند انجواتنتا مغراتيون موس بأندت ورد يعني الهجرة عن طريق دول البلقان الغربية عب يزداد ودد زوشتان انجواتنتا مغراتيون موس بأندت ورد و هذا الوضع الهجرة الغير شرعية الغير منظم يجب انهاقه إذن هو مع موضوع انهاق الهجرة الغير شرعية عن طريق دول البلقان والنمسا والمانيا نحن نعرف فلذلك هذا الاجتماع الطارئ الآن أيضاً للتبحث حول هذا الموضوع النقاط اللي عبتم مناقشتها في هذا الاجتماع حدد وزير الداخلية النمساوي اللي هي يعني حماية الحدود يعني محارب تهريب البشر يعني إعادة الناس اللي ما عندهم حق البقاء نحن نعرف أنه وزير الداخلية كمان حكى اليوم في اللقاء الصحفي الألماني وقال أنه الناس اللي عبتجي يعني عن طريق الهجرة الغير شرعية أنه شان اللي بيتعرض أو بيحصل على أزول ففاغن أنه اللي بيحق له يضل رح يضل اللي ما بيحق له مشان يتم إعادته بشكل سريع تحدث يعني هالموضوع قال أنه رح نقبل الناس طبعا يلي عند حق اللجوء السياسي أو الإنساني أسباب يعني ولكن الآخرين يعني يجب إعادتهم لذلك رح يصير في تعاون مشترك الآن جديد أكبر بين ألمانيا والنمسا والدول البلقان للحد من الهجرة الغير شرعية عن طريق هذه الدول عن طريق هذا يعني المجال وزير الداخلية الألمانية هوزيف حدد كمان أنه عدد الناس اللي عبتصل الآن إلى ألمانيا عاد يعني إلى ما كان عليه قبل أزمة يعني هذا الوباء وتتراوح بين 300 و 400 شخص يوميا يدخل ألمانيا بهدف اللجوء مثل ما حذروا العديد من الخبراء الآن هو أنه الناس اللي رح تعمل الآن أورلوب خارج ألمانيا وترجع لألمانيا ممكن جيب مع هذا الوباء تم تسجيل الآن أول حالة من هذا النوع عودة عائلة ألمانية من مايوكا الجزيرة المشهورة اللي بيحبوا يروح عليها الألمان واللي شفنا في الفترة الماضية نصار في تجمعات كبيرة فيها وتم إغلاق المحال وفرض الكمامي من قبل الحكومة الإسبانية الآن أول عائلة عادت من مايوكا تم إثبات أنه هن المصابين بهذا الوباء كيف تم هذا الشيء؟ رجعوا لألمانيا طلوا على مدينتون كوتبوس فرب العمل اللي بيشتغل عنده يعني قام بعمل روتيني إجراء اختبار لكل العمال اللي بيشتغلوا عنده وتم تحديد إنه هل شخص مصاب وبالتالي فحصوا بقية العائلة كمان تأكدوا إنه هن المصابين فتوضح الموضوع بشكل أكبر إنه هن جابوا معهم هذا الوباء من مايوكا يعني من الأولوب وهن الرجعانين لأنه ما عملوا أي اختبار في المطار وما شابها زيقنا هنعرف داخل الدول الأوروبية الآن ما عاد في اختبارات ما عاد في حجر صحي إلا من الدول الأخرى وبالتالي هدول الناس اللي عايدين جابوا معهم هذا الوباء لذلك رح نشوف في الفترة القادمة خاصة السياحة للمانيا يعني بسبب القوة المالية الكبيرة كمان بيعملوا السياحة بشكل كتير كبير خارج ألمانيا الجديد نشوف مشاهد أخرى بعد الاتفاق الأوروبي التاريخي على حزمة مساعدات ضخمة جدا لهذا الوباء تحديدا كانوا 750 مليار تم الاتفاق عليها اليوم بلاشت يعني تظهر النتائج اللي كانت متوقعة نصف هالمساعدات تقريبا رح تروح لدولتين إن إيطاليا وإسبانيا إيطاليا رح تحصل على 153 مليار يورو وإسبانيا رح تحصل على 149 مليار يورو فقط يعني من هذا الفوند يعني هذا الوعاء المالي تم تشكيله لمحاربة يعني الوباء هذا ونتائج هذا الوباء الاقتصادية فهالدولتين لحال رح ياخدوا نصف المساعدات تقريبا هاي كانت بعض الأنباء المهمة في ألمانيا أتمنى أكون أفادكم من خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر